ترياض لتسريع إيجاد نهاية للحرب في أوكرانيا كما سيطلب منه أن تلعب السعودية دورا لدى روسيا وضمن مجموعة العشرين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا كذلك سيناقش الجانبان قضايا أقليمية تهم البلدين بالإضافة إلى التعاون بينهما في مجالات الأمن والدفاع والتطور الصناعي والتكنولوجيا الحديثة إذن مشاهدين هذه الصور ننقلها مباشرة من باريس ونترقب وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزي للقاء الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إذن هذه الصور مباشرة نعرضها على شاشة الحدث لترقب لحظة وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا ومن المرتقب طبعا لقاء الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالتأكيد هذه الزيارة فيها الكثير من الملفات والنقاط التي سيتم بحثها بحسب المصادر هذه الزيارة تعكس الحرص على التعاون مع فرنسا في التصدي للتحديات المشتركة لأمن واستقرار المنطقة والعالم وكما ذكرنا أيضا هناك مطالب فرنسية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمساعدة الرياض بتسريع إيجاد نهاية للحرب في أوكرانيا وبكل الأحوال بينما نترقب لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزي سننتقل إلى الرياض الآن إلى المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور علي دبك اللعنزي دكتور علي أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة الحدث بينما نترقب لحظة الوصول كيف يمكن تقدير أهمية هذه الزيارة وأهمية الملفات التي ممكن أن تبحث اليوم في قصر الإليزي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي شكرا على الاستضافة وتحية للمشاهدين الكرام بدون شك طبعا هذه الزيارة في غاية الأهمية خصوصا في توقيتها نحن نعرف أن هذه خامس زيارة لسمو ولي العهد إلى فرنسا وهذا دليل على العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا الحقيقة طبعا تأتي هذه الزيارة في ظل العديد من المتغيرات سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي ولذلك المملكة وسمو ولي العهد يتطلع لدور فرنسي فاعل في المنطقة هو مستقل في المساعدة في حل أزمات المنطقة الانخراط في أزمات المنطقة وعلى رأسها طبعا القضية الفلسطينية والأزمة اللبنانية واليمن وليبيا والأيضا ملف محاربة الإرهاب للدولتان طبعا تاريخ في محاربة الإرهاب والتعاون وبدأ منذ عقود أول زيارة كانت رسمية للملك فيصل عام 1967 وكانت هذه الزيارة هي نقطة تحول في العلاقات بين المملكة وفرنسا تعززت هذه العلاقات واستمرت في النمو ووصلت إلى أن وصلت سواء بالتبادل التجاري أو من خلال أيضا الصفقات العسكرية والتبادل الثقافي ونحن نعرف العلاقات بين البلدين اليوم يبلغ حجم التبادل التجاري أكثر من سبعة مليار دولار بين البلدين لذلك أنا أعتقد أن المملكة وبعد اليوم الكل ينظر إلى سمو الأمير محمد بأنه قائد الإصلاحات بعد أن قام بالعديد من الإصلاحات في المملكة من تمكين المرأة ومن إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وجعل الاقتصاد والاستثمار في المملكة جاذب لذلك الكل يتطلع إلى زياراته أو لقاءه هذا ما دعا الرئيس ماكرون أيضا إلى دعا سمو الأمير بمساعدة الأوروبيين بحل مشكلة المشكلة الروسية الأوكرانية وهذا دليل على الدور الفاعل للمملكة والدور الذي حافظت عليه المملكة بأنها نعم صحيح وأيضا في هذه النقطة التي ذكرتها دور المملكة العربية السعودية في الملف الروسي الأوكراني لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر